إلينا أبو يزن النعيمي مراسل مركز حمال إعلامي من ريفي حما وأيضا معنا ببرسة التلاوي الناشط الإعلامي من حمص أهلا بكم وأبدأ معك أبو يزن وبداية نريد تفاصيل أكثر حول سيطرة السوار على حاجز الاسنيدة على طريق السلامية حمص أهلا بك نعم تمكن مقاتل جبق بصرة والعديد من الفصال أهلا بكيش الفرم تفاجدات ريف حما جسوبي والشخالي من الفصال التي تقع على طريق حمص السلامية طبعا الأهمية الاستراتيجية لهذه البلدة والمنطقة هو أن تقع على طريق الاستراتيجي حمص السلامية الذي يعد طريق الإمداد من سلامية أو إلى حمص أو إلى دمشق وهو متنفس النظام الوحيد باتجاه مناطق ريف حما الشرق التي تشهد اشتفاكات دورية ما بين قوات النظام أو تنظيم الدولة أو كتابة جيش الحر مع قوات النظام طبعا أبو يزن هل هناك أي غنائم اغتنمها السوار أو خسائر لقوات النظام جراء هذه السيطرة طبعا الغنائم كانت على عبارة عن أسلحة كفيفة ومتوسطة منها رشاشات 14.5 وأيضا اغتنام دبابة ومقتل أكثر من 20 عنصر لقوات النظام في هذه المعركة طيب ننتقل الآن إلى ببرس التلاوي وأخرى التطورات الآن في حمص هناك أنباء عن انفجار عربة مفخخة في مراكز النظام على طريق حمص السلمية هل لديك أي معلومات؟ أهلا بك أهلا بك أهلا بك ننتقل هذه العربة على طريق حمص السلمية لما تدور من معارك منذ ليلة أمس بين الثوار المجاهدين مع قوات النظام طبعا النظام خلال هذه الليلة كثت منه أرسال الطيران المروحي والحربي وهم يقوم برامين متفجرة على منقى التي تم تحريرها بالأخص حاجز السنيد الذي تم تحريره بالكامل وعلى أثر هذا العمل الصفات هو من اقتنام أسلحام وذاخر وأيضا قتل عشرات تسقل قوات النظام ولكن من جاء أخرى نتحدث صحيح أن النظام خسر من منطقة ولكن من جاء أخرى نشاهد أن النظام بدأ أن ينتقم من المدنيين طبعا خلال هذا النهار بدأ الطيران الحربية لشيء غيرات مكثفة على مدينة الرسم في ريكو الشمالي لحمص بالإضافة إلى أن قام النظام طوال ليس باستهداف حاجز السنيدة بالبراميل المتفجرة بما معنى أن النظام عندما يحسن منطقة يبدأ بالانتقام منها من أجل أن يهدمها بالكامل لكي لا يبقى أحد بداخلها ويتمركز من المجاهدون أن لا يستفيدوا منها بشيء بالرغم من هذا المجاهدون ما زالوا صامدين ومرابطين وأيضا اشتباكات مع قوات النظام عبر الحواجد العديدة المطلعة على عاجز السنيدة وطبعا يسقط المزيد من قتلها في قوات النظام نعم